اكد رئيس قسم الاحصاءات العامة في اقليم الشمال صالح بني سلامة لانتهاء من عمليات الاحصاء في محافظات الشمال الاربع بنسبة انجاز بلغت مئة في المئة دون تسجيل اي عواقع تذكر مزيد من التفاصيل في التقرير التالي اتسمت بالسهولة واليوسر وبلغت نسبة الانجاز فيها نحو مئة بالمئة هكذا وصف رئيس قسم دائرة الاحصاءات العامة في اقليم الشمال صالح بني سلامة عملية الاحصاء في محافظات الشمال التي تمت دون عوائق تذكر على مدى عشرة ايام مضت ان هنا نبارح مساء تقريبا نسبة مئة في المئة في محافظة اربد ومحافظة الشمال الاربع التجاول المواطنين كان رائع جدا ومتعاون مع الباحثين الجهات الرسمية كلها ساعدتنا باضافة لذلك احنا اليومين القادمات ان شاء الله رايح نرجع من شاء نكمل يعني يكون مسح الشام المية في المية بعض المنازل كانت مغلقة هم منطرين نرجع لها اليوم الجمعة والسبت نتأكد منها وانا من هذا المنبر بحكي للمواطنين اي مواطن ما نعد يحكي على رقم المجالي في الدائرة مئة وسبعة عشرة من شان نزيله على بيته لعدون ان شاء الله بعض المواطنين عبروا عن رضاهم التام من سير التعداد وقالوا انهم قدموا لموظفي الاحصاءات كافة المعلومات المطلوبة منهم في سبيل خدمة الغاية العامة من التعداد وهي توفير البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة والحديثة والشاملة لمساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات السليمة ورسم الخطط المستقبلية العدد السكاني هذا موضوع منتاز وملئ العدد السكان الاردنيين لكي معرفة عدد السكان الاردنيين ويعرفي الانسان واجبه على وطنه وهذا مشروع منتاز جدا جدا طبعا التعداد السكان الحمد لله هنا مع التعداد وكان مصلحة المواطن ما دام انه بصب مصلحة الوطن ومفيد الوطن ان شاء الله احنا مع التعداد من جهة اخرى عبر مواطنون عن استيائهم من عدم قيام موظفي الاحصاءات بزيارة منازلهم طيلة فترة التعداد فيما احتج اخرون على طبيعة بعض الاسئلة التي وجهت لهم من قبل موظفي الاحصاء نظرا لكونها لا تمت لتعداد السكان والمساكن باي صلة على حد تعبيرهم مش هذيك الاسئلة شو يعني تم يعرفوا الاجهزة الكهربائية شو دخل هاي بالتعداد السكاني لازم انه كان يعني بس على عدد افراد الاسرة بس انتهت عمليات التعداد العام للسكان والمساكن اذا في اقليم الشمال وما زال بعض المواطنين يتساءلون عن مدى مساهمة مخرجاتها في خدمة الاهداف التنموية والاقتصادية على مستوى الوطن بشكل عام والمواطن بشكل خاص